لبنين بلش بالنمو بعالم الهواتف الزكية والألعاب الافتراضية لعبة جديدة ومميزة أطلقوها نادر فغالي ورامي مرعب رح نتعرف عليها ورح يخبرونا عنها أكثر أهلا وسهلا فيكم قبل ما نعرفش هي اللعبة بنا نتعرف عليكم بالبداية رامي انت دارس كومتوتر ساينس ونادر سبورس مانجمينت أهلا وسهلا فيكم عن جديد ما في حدود للعلم عندكم لا لا بهذه اللعبة شو اللي اللي خليكم تخترعوا هيك هيك جيم والله أنا ونادر حكين بقبل بوقت وما نعمل شي لعبة سوا وكنا كل فترة وفترة نكترح بعض لعب فهوني كنهار اخترح عليها اللعبة وفعنا عليها وباللاشنا شغل شوي شوية فيها لا تطورنيها عم نحكي عن اللعبة باس ما عرفنا شو هي اسمها لاب اسمها زيرو بوينت هي بتجي اركايد ريفلكس جيم عملنا ونحنا نزلناها اندرويد اوني هلا بعدين لحنا نزلها كرميل ايفون يوزرز وهي اللعبة بتعتمد على الريفلكس تاب الانسان وإداء قوة تركيزه لأنه في عندي فترة زمنية معينة بيك تتأس تأسه قبل ما تخلص الفترة فمشان هكما أقول تب شو الهدف يعني لما قعدتوا سوا وقلتوا بدنا نخترع لعبة شو كانوا هي الهدف نحنا وشو فكرتوا من وين بلشتوا هو الهدف انه في لبنان ما في شيء اللو داوة بالجيم ديفلوبمنت ونحنا شباب يعني ما في شباب ما بحبوا يلعبوا شيء وللأيناها ترنت بالعالم لي ما منبلش فيها يعني أنا عم بتعلمها ونادر عنده القوة يعمل كل شيء رسم فالتفعنا نبلش هبركي مننجح وبينجح لبنان بهالموضوع طبعا بلبنان على كل حال ما في كتير أشخاص بيخترعوا ألعاب هني فيه بس ما بيطلق ما يعني ما بيعملوا سمع على حالهم لأن ما بيتشجعوا لأن بالبلد هون يعني مثلا واحد إذا بدي يعمل جيم ديزاين أو شيء هيك بيسافر لبرة بفضل يسافر لبرة فما في مين يبلش هيدا الشيء نحنا نحكي بعد أكتر عن هالموضوع عن اللعبة كيف بلجتوا وكيف طورتوا ولكن رح نتابع سوا فيديو ومنكمل حديثنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة 0.0 كنا نتابع سوا هذا الفيديو خبرونا أكتر عن اللعبة هلأ السيل فون معك يس فينا نحنا نلعب الجيم ويشوفوا المشاهدين على الشاشة هايدي هي هون في عندكم ثلاثة مفتلات هلأ كل واحدة فيها وقت معين أصعب من الثاني هون في 0.8 سنة هون 0.6 هون 0.35 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 ي également هون 0.35 هون 0.35 نبه باللعبة. إذا عم بتخسرك أو لا، كيف أنا أخسرك؟ ترجع تبلش من أول وجديد، وتكون عم بتطور حالك بعد أكثر وأكثر. نادر بدأي ركز على فكرة أنه أنت بعيد أصلاً عن هالمجال. هل بلشت هيوية تقريباً من أي عمر؟ هي أنا بالجايمينج من أنا وصغير. وكان دائماً عند الطموح أنه بلش يصير عامل جايمز بس أنه في لبنان متل ما بنعرف ما ما في كتيرش يعني ما فيه ريسورس للواحد إنه يفوت هاشي. فحتى لو عم بعمل أنا سبورس مانجمنت عم بعملها هلأ كهوبي إنه كرميل تطور بعدين ونصير أحسن ويصير عنا تيم أكبر ونصير معروفين أكتر و أكتر بعالم الجايمينج اللي هو عم يكبر أكتر و أكتر و بسرعة. إذا بدأ أسألكم أنتو عم تلعب هذه اللعبة كم ساعة بنهار تقعدوا على التليفون؟ رامل هاي أكتير من الدحكة مبينة. هي مثلا فيك تكون مثلا نطر شي تلعبية عندك شي هيك يعني بتقطع بتقطع بتضل تقطع. رامل هاي عم تطور كتير. مستير عدكتف مع الواحد. من نزلها بالطريقة مجانية. مجانية. في إلا مراحل؟ في المراحل لا هي بس كصعوبة. تشتغلوا على هيدا الموضوع على صعوبة؟ يوجد مراحل على المنيو. يوجد مراحل على مراحل أكتر. مصرين تكونوا عم تعملوا ألعاب بلا إنترنت؟ نعم. مئة بالمئة. ليش؟ لأن أكترية الوقت للعالم بها تلعب لعبة تلعبها هي ونطر شي. اللي عندها لا إنترنت ولا شيء بدها تتسلط لا تمضي الوقت. بلاشت تفكروا بالألعاب الجديدة؟ نعم. ماذا عبركم؟ مثل شو؟ هناك لعبة تجيب مثل 2D Scroller. يعني كيف على أيام سوبر ماريو. كلنا منعرفها. بس متطورة أكتر. وفي عندها لعبة. يعني It's an adventure game. على الموبايل. نعم. يعني شوية شوية نحنا ما نبلش فيهون. لأنه تنائناتنا عم نعملهم بوقت فراغنا. يعني تنائناتنا مش طيل وتلميس جامع. ف... نعم. هلتك في لعبة جديدة كمان هلأ عم تفكروا فيها؟ غير هيدا؟ هلأ أنا نحنا... هلأ بلشت ترسم؟ هلأ بلشنا نعمل... نعمل Layout الشخص الكاركتر اللي بده يبلش يركض وستدعينا بحدا بعد يساعدنا. وبعام نبلش فيها. هيدا بيك بلان للسامر. يعني إلا تبلش فيها بعد للسامر. لا تبلش وتحضروا لاعب. ده بتاخد وقت. تحضيرها، رسمها، تنفيذها. لا تشيل جائزة. حسب اللعبة. حسب اللعبة. مثل هاللعبة اللي كان هلع منشوفها؟ هيا أخذت معنا تقريبا شهر. بوقت فراغي. أنا أعمل كوديينج ونادر يعمل كل شي رسم. كل شي رافيك. مش كتير يعني شهر. مش كتير. لا. سريعين حتى عم بتحكم إنه وقت فراغكن. يعطيكم ألف عافية وموفقين بكل شي بتاعملوا. كنا عم نحكي إنه هيدا مش أول لعبة. وإن شاء الله ما تكون الأخيرة. ويكونوا عم نشوفها الألعاب بالصيف قريبا. يس. الوقات قصير ونحنا حيطلعنا ألعاب كتيرة. شكرا لوجودكم. شمان ترجع تكون مرة جديدة لأننا نرجع نضوي كمان على. شكرا لوجودكم معنا رامي مرعب ونادر فغالك للتوفيق لكم.